أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة علامة مين في هذا الفيديو نتحطه على الفورساج الكلمة هذه والموقع هذه سمعت بي منذ أسبوع تقريبا اخترحوا عليه أصدقاء والمتابعين عمل تظهر عليه ونقل لكم على رأيي بعدما شاهدت الموقع وشاهدت فيديوهات يتحطوا على هذا الموقع أول شيء نشاهده منصة موقع الفورساج هذا هو الفورساج الذي أول مرة يسمع به هذه هي المنصة أصدقائي كما قاعدين تلاحظه بوزدفورساج.eu هذا الرابط الخاص بالموقع أنا شخصيا لم تسجلت ولم تجربت هذا الموقع لكن كما نقول لكم رأيي بعدما اتصلعت قليلا على هذا الموقع يقولوا هو أصلا ليس موقع لكن كما قاعدين نشاهده موقع يعني بدومين وبسكريبت موجود يقولوا لهو ديسنتراليزي وعقد ذكي وحتى شخص ما هو يتحكم في الموقع أو المينصة ومثماش انه فكرة صاحب الموقع انه يغلق وينصب في النهاية يعني شيء لا مركزي حتى حد ما يقدر يغلقه حتى حد ما يقدر ينصب احنا مع تهوم يقولوا هكا لكن الله أعلم ما نقدروش ما نجموش نعرفه هو مركزي أو لا مركزي هذه أول نقطة الثاني نقطة هو يعني ما عليك إلا تخلي أموال قبل ما ندخله في أي موقع لازم نعرفه كيف يشتغل الموقع أو المينصة وما هو ربحها وما هي غايتها الحقيقة ما نعرفوش يقولك فقط انك تخلي أموال أقل شيء خمسة بيوز دي يعني خمسة دولار والربح متاعك ما عليك إلا تدخل ناس هو في شكل هرم بيراميد الشخص الأول الذي تدخل يدخل شخص آخر يجب أن يدفع الأموال والذي في بداية الهرم هو تحصل على أموال كبيرة وكبيرة جدا لا نعرفوش مصدرها وما نعرفوش كيفية وصلت هذه حسما ريت في الفيديوهات أنت تسجل عند شخص آخر وإلا كما تريد وتخلي أقل شيء خمسة بيوز دي نتخيلوا أنت عندما دخلت حتى شخص يعني لا تصل إلى أرباح هذا الذي نعرفه كان هناك تصحيح تقدر تكتبولي في التعليقات في صورة ما دخلت شخص وفي نفس الباقة التي اشتريتها تتحصل على مئة بالمئة لكن أنا أظن هناك محاولتين كانت دخلت شخصين وتخلي بخمسة دولار يشتربها عشرة دولار المركز الثالث للشخص الذي دخلك هو بشيخه ربح سلبي هذا كما قاعد نشوفه وما أنت تشري باقة بخمسة دولار فما أكثر هناك باقات هناك مستويات تكتشف وتشوف في صورة ما ما دخلت حتى شخص على ما أظن ما تماش أرباح يعني دخل فلوس وانتظر وحاول انك تسوق لهذا المنتج لحقيقة نشوف فيه غموض كبير مهون تماش شفافية كبيرة فقط دخل الأموال واجيب شخص آخر يدخل في الأموال هذه هي الفكرة أصدقائي أنا شخصيا ما نشتغلش في هذا الموقع مواقع لأنها غامضة وما هيش واضحة فقط هذا راي هناك معلومتين معلومتين بش نسوقها ليكم هناك الشخص صديق تتحكي معي على الفرساج وقال لي هي تنتمي إلى بايننس قلت له مستحيل عندما تنتمي إلى بايننس وبش نشوفه الآن أصدقائي نتوجه الآن إلى منصة بايننس هذه منصة بايننس أصدقائي بايننس تخلي تقريب كل المنتجات في موقعها الرسمي بايننس بوان كوم كما قد نتلاحظه في هذا المكان هناك عملية الإداع وتريدينج هنا التريد بجميع أنواعه لا يوجد كلمة فرساج إنفتي في هذا المكان لا يوجد كلمة فرساج ويقولون كما قلت له أنهم فرساج ιάіть كان الفورساج كان باينزỉ بايننس بايننسวن تنتمي إلى بايننس حق نلقيهها فيPsV burnens.com لا عليكم أنشاء paidments.comまあ بايننس منتج في الفورساج هذه عقلت نقطة أولى لا تنتمي الى Binance حسما نرى كان شخص عنده دليل يورينا نحن قاعدين نشوفه ونتعلمه مبعضنا ونحب الناس الكل نربحه لكن نربحه من حاجة واضحة غير غامضة وتكون عندها أسس ثابتة حتى حتى يقلبنا وحتى حتى يخلنا فلوسنا هذا بالنسبة لتنتمي الى Binance او لا كذلك كما نرى الموقع والدومين متى ينتهي ومتى كانت بدايته هناك موقع اصدقائي Domain Tools انا خليت الرابط متاع الموقع وقلنا created on 2022 يعني صاحب المنصة هدية اشترى في 2020 الله اعلم يشتغل من 2020 ويدفع للناس او انطلق في 2022 وهو تاريخ ال update يعني تجديد وكما قد نرى اكسباير في 2022 يعني صاحب هذا الدومين اشتراه الى 2022 يمكن يجده بعد ذلك يمكن تعطينا صورة يعني صاحب هذه المنصة دافع اموال ومستثمر وشاري هذا الدومين الله اعلم مقتلش بداي ينطلق في العمل هو الان يدفع ما قلتش ما يدفعش لكن ما نعرفوش على المستقبل هذا كان رائعي على الفورساج انا ما ننصحش به وانتي حر تحب تدخل فيه ولا لا الى اللقاء ان شاء الله نتقابلوا فيديوهات جديدة تخص العمل وربح من الانترنت من قناته على ممين الله يفق الجميع و الى اللقاء